ورجعنا لكو تاني علشان نكمل حلقتنا وصلنا لفقرتنا الممتعة اللي بيكون فيها ضيوف لزيز فعيش سعيد وضفتنا النهاردة مختلفة مين فينا مجربش يركب عجل او هو صغير او يحاول على اقل غير لي دي ستاني قلتلك هفضل باستي الانترو لينا ما حاولتش بس كلنا حاولنا وقعنا وقمنا وصراحة دي واحدة من اهم الرياضات الجميلة اللي كلنا جربناها وكلنا بنحبها والحد دلوقتي في ناس كتير فينا بتستخدمها سواء الرياضة او بتروح بيها شغلها او حتى نوع من انواع الدايت يعني معينا بنوتة مختلفة عملت حاجة اكستريم بالعجل بقيت تسافر بالعجلة وتروح بيها محافظات ومسافات وحاجات يعني صراحة انا مستنيه ابدأ امتى الانتروفيو عشان عندي اسئلة كتير قوي عايز اسألها لها وليه ازاي وليه من ورانا النهاردة الجميلة نجوة إبراهيم عامل اينا الفنانة نجوة إبراهيم معقول ازايك عامل اينا وازاي حضرتك وايه الشطارة دي ده انا بصي يعني عايز اقولك حاجة انا قلت هبتدي واقولك عشان في الانترو احنا بنقدم الضيوف قلت انا يا سوها انا مكسوفة اوي من نجوة ان انا اصلا رفش سوء عجل فعندي مشكلة وعندي برضو اسئلة كتير وحاجات لان انا بشوف ان العجلة ان انت تمشي بيها اصلا اخر الشارع هي هسل وحوار وتبقي خايفة عربية فانت بتسافري بعجل فالباشن ان انت او شغفك ان انت تحبي العجل بدأ من انت اكيد صغيرة اه طبعا من وانا خمسة ابتدائي او رابع ابتدائي باب الله يرحمه جبل اول عجلة وكنت بجرب بيها وقعت كتير جدا انا صغيرة بعترف بدا بس كان عندي اسرار اللي انا احاول ووصل لنا اعرف اركب عجل للوحدي ما همين ما حاولش غير لينا طبعا لا بس كملت في المحاولة للنهاية ايا كان عندها اللي هو مش وقعت ايه دا لا خلاص بتعمل واوا وقعت مرات كتير لحد ما كملت انا اه كان عندي اسرار في الموضوع طيب خلينا بقى ان نروح لحتة تانية انت الاول اللي خدتها ان انت دي لعبة كطفلة وحبيتي اللعبة دي وعايز اتكملي فيها وكل سنة كنت بتلعبي عادي في الوقت اللي هو في فراغك صح اه امتى عارفت ان هي بقى لا هتتحول لهواية وعايز ا اركبها مسافات طويلة اه طب انا اوفر وعمل مشاوري بالعجلة اكتر بدل يعني امتى حولتها من ان هي بس مجرد لعبة لا لهواية ورياضة لما بابا توفى الله يرحمه ان 3 سنين دخلت في دور اكتئاب وكده فابتدت ادور على اكتر حاجة كانت قريبة القلبي ممكن تطلعني شوية من الموضوع ده فلاقيت العجلة بصراحة وكده كده من قبلها كنت بتفرج على فيديوهات سفر فدمجت الاتنين مع بعض فالاتنين كانوا اقرب حاجتين ليه فلاقيت الموضوع واحدة واحدة اتطور معي اه فكاني السبب رئيسي لكده انت في الاول يعني اكيد كنت بتركبيها بتروحي بيها زي بتبتدي مشاوري بسيطة اه طبعا جوه ازاي ازاي اه قررتي انك تطلعي بالعجلة بره بقى ازاي خدتي القرار ازاي الموضوع صعب بعد بعد سنة بعد سنة جوه البلد نفسها بتدي تجمع معلومات من اللي حوالي اتمرن ازاي عشان اطلع تاب المسافات المفروضة اعملها ازاي اعمل ايه عشان نوصل ان نبقى عندي اه قدرة بدنية نعرف اخد المسافات دي اصلا طبعا لاني لو ما اتمرنتش كواس مش هتعرف تعملي هتتعابي في النص خلاص هتتعابي في النص ومش هتقدر تكملي فمحتاجة تمرين وترتيب تفاصيل كتير تمهيد لأهلك فالموضوع ما جاش من يوم وليلا في معايا خالص انت من القاهرة يا ناجو لا انا من الزقزيق من الزقزيق طيب انت اول حاجة قررت استفريها كانت فين من الزقزيق لفين من الزقزيق لكفر الشيخ محل الميلاد بتاعي كان دي اول فكرة معايا وبعدها ابتديت محافظات قريبة زي اسماعيلية وبرسعيدي الحتة دي المحافظات وعيبة عارفة اللي هو نتكلم المحافظات ان هي عادي اخل الشارع او دانا لو قالولي في العي من هنا للتجمع بنسبل ايدا بالعربية بتعب يعني انا وانا زي العربية بنهجني من زقزيق لكفر الشيخ كانت كم كيلو؟ كانت 100 كيلو تقريبا 100 كيلو اخي سينفق ديه؟ كان 5-6 ساعات متوسط 6-6 ساعات تقريبا بترتقي في النص كتير اه بيبقى فيه وقت راحة يعني كل 20 كيلو تقريبا وقت راحة او كل 25 كيلو كان فيه وقت راحة مستريتشات بقى او حاجات اصنسي اه لا بيبقى فيه في الاول تسخين قبل السفرية 5 كيلو تسخين كده وبعد كده بنبتدي 5 كيلو تسخين ايه على رجلك ولا بالعجلة؟ لا تسخين بالعجلة على الخفيفة اصلا اقل حاجة 5 كيلو 10 كيلو تسخين وبتبتدي ايه الفرق بين التسخين وبين ان ان انت بتركبي عجلة عادي؟ لا ما هو انت لو ركبت على طول ممكن يجيلك شدة عضلة او اي حاجة ايه مش هي التسخين هي نفس هي بنبديل عادي ولا؟ بنبديلي بس بهدوء مش بشد بعد كده بتمسيك الطريق بسرعة العجلة بتاعتك فيها سرعات؟ اه فيها سرعات وبعرف فاستخدمها ازاي اصلا اساسي اللي انت تعرفي توظف السرعات دي صح وعرفت توظفها في الطريق صح بيبقى الموضوع المريح بالنسبة لبطول الطريق طيب انت قلت حاجة معايش يا سوان اصف ففي الزقذيق انت كنت اصلا تركب العجلة في الاول وفي مشاويرك في الزقذيق عموما بتتمشي فيها اه فكرة ان بنت تركب عجلة وتمشي في محافظة او في يعني برضو عرفت بقى المصريين يعود يبصوا طبعتنا كلنا لو شوفنا بنت ركب عجلة او متسكل او اي حاجة بنقعد برضو نستغرب ايه دا دي ازاي بنت ركب عينينا بتروح عليه فكنتش بتتعرضي المدايقات او ما كنتش بتتعرضي اللي هو انتخاضات شوية في الزقذيق لا في الزقذيق في تشجيع كبير جدا للبنات في الزقذيق في بنات بتروح دروسها بالعجلة الناس محترمة جدا في الزقذيق ومتحدرة لأقصى أحد أكتر المحافظات المتحدرة في تقبلها الموضوع العجل عندنا محترمين جدا في الموضوع دا فوق الوصف الموضوع دا يكاد يكون مجهول للناس كتير بس احنا عندنا الموضوع لذيذ جدا لذيذ قوي وما بتعرضش لأي تنمر هناك طب الحمد لله بكل تأجيل بس أكيد يعني لو سيبنا من الزقذيق هنروح لحتة تانية هتتعرضي فيها التنمر في بلد معينة تعرضت فيها التنمر بدون ذكر اسمها بس في بلد آه في بلد التكاد قدام الناس متحدرة بس هي لأ لحد الآن لسه بس في النهاية الزقذيق لأ اتصرفتي الزقذيق طيب مع التنمر دا مع التنمر أو الطريقة السخيفة ما بسمعهوش انت البنت رجب عجلة ما بسمعهوش ما بيأثرش فيه بالعكس بيزود قرات تنوصل لنتيجة أكتر طيب داي ودينا الحتة تانية على سوشال ميديا مثلا ما فيش حد بيقعد يقولك ايوة يعني احنا ما تزعلش مني بس ايوة يعني انت عملت ايه يعني سفرتي بالعجلة في ناس بتبقى بيتقلل من مجهودك ولازم تسافر جوه مجموعة وبيتكتب لي كلام اللي انت مستغنية عن نفسك وحاجات كتير بس الفكرة انت عرفتي منين انا اصلا مخططة للسفرية تخطيت من البداية للنهاية ناس متابعة معايا خط ساخن يعتبر متابعين معايا كل خطوة بمشيها عارفين بيها ناس معرفاني اماكن مبيت في كل بلد بمشي بس بالنهار ما بمشيش بالليل انت ما تعرفش كل التفاصيل دي انا مش ماشي الطريق بدون خطة زي ما ولاد كتير بتعمل انا بنت فلازم يبقى في خطة واضحة جدا قدامي طبعا لازم يبقى فيه متابعين ولازم يبقى فيه خطة بديلة لو حصل لموقف فانت مش عشان انا بنت ومسافر الوحدة بقى ضعيفة لا انا مخططة لكل حاجة بستغل نقطة الضعف دي ومخططة لها بقويها اكتر طب تعالي بقى نشوف الخطة من اولها وتعالي بقى نتكلم عن انت النهاردة نويت ان انت تطلعي تسافري من الحتة الفلانية من المكان للمكان الفلاني ايه الخطة اللي بنمشي عليها بتحضري ايه معاكي بتلبسي ايه بتكلمي علشان يتابع معاكي الاكل والشرب بتتأمينيهم ازاي اه حكتك اللي هي بتأميني بيها نفسك اسعافات اولية لقدر الله اي حاجة عايز اعرف الخطة بقى كلها انا عشان اعمل اقلدك عايز اعرف من البداية كده والله اخر اخر الشئ اللي عنهم نتحك ايه رجلي اه ده ايه قلت لها تعالي هنخرج في التجمع بالعربية بس على اقل بركة بعجل من ونا طفلة ايه عشت داكي ايه عشان سلسيات تعلميني وهتاخذي للتحدي الاكبر في حياتي تعالي التحدي القلبسي اصعب بالسفر بالسفر طيب يلا بقى خلينا نبتزي معاكي رحلة من بدايتها من بداية تخططها اول حاجة انا ببقى اه مرتبة اول حاجة في السفرية اماكن المبيت دي مهمة جدا في كل بلد لازم يكون عندي مكان المبيت مناسب بسعر مناسب كمان اه التانية حاجة خلاص انا اطمنت على اماكن المبيت امان الطريق نفسه بسأل عليه قبل ما بطلق امان الطريق متوفر بطلق وانا مغمضة تالت حاجة لازم خريطة الطريق فيه اعمل صيانة اعمل صيانة للعجلة الصيانة مهمة جدا للعجلة بتوفر عليك مشاكل كتير ممكن تقابليها او جي بي اس سنع شطرة جدا في استخدام الخريطة على الجي بي اس جدا الحمد لله ده اللي انت بتستخدميه فدي بستخدمها بستخدمها ولما بتزنق في اي مكان باعرف اطلع منه بالجي بي اس الموضوع محتاج تمرين اكتر بس انا وصلت لدرجة اللي انا عندي خبرة في الموضوع الجي بي اس اللي هو بتعمليه على مودل بايك اللي هو العجلة لو الجي بي اس بتاع العربيات بيبقى افضل ليه لان اي موت تاني بيدخلك في اماكن تانية التوهية فالعربيات بيبقى افضل طريق فدي معلومة مهمة كنتش عارفة نفيش لسه جوجل ما عملش الموضوع ده لنا اه اوكي لان السرعات بتبقى مختلفة لان احنا برضو خلي بالك الدول العربية لسه الثقافة بتاعت ان كلنا نسيب العربيات ونتجه للعجل مش موجودة فيمكن العجل ده بتستخدم بره اكتر صح ولسه كمان عشان العجل بتختلف متوسط السرعة بتاعها فما يقدرش حد دالك بشكل فعلة توصل المكان ده في حدود قدي ممكن عشان كده لحد دلوقتي مش حاططت العجل في الخطة اوكي بالنسبة للاكل والشرب والتفاصيل دي انا ببقى اخدى معي سكريات بنسبة كبيرة باكل قبلها حاجات فيها كاربوهايدرات لان بتحتاج طاقة تبقى متخزنة جوه الجسم بوصل كل بلد والتانية بدي بروتين وكاربوهايدرات عشان طاقة وبنى للجسم في نفس الوقت مصص وحاجات دي عشان العضل والمصص او ببقى اعمل حسابة كل ده بس اساسي معي في الطريق اساسي سكريات لان انا مضمنش بيبقى معي اكل زيادة بس السكريات دي احتياطة ومية بزيادة جدا لان كنت في صحرة فالماية بتبقى اضعاف طيب انت بصي طيب على الاخبار التقس او احوال التقس قبل ما بتطلع طبعا ده مهم قبل ما بطلع سفرية طويلة ببقى متابعها للمدة اسبوع التقس ازروفه الهواء مهم جدا لازم اعرف الهواء يبقى في ظهري ولوش لان ده بيساعدني ان اكمل السفرية وانا مرتاحة صح لانا لو الهواء معاكس المعاكس بيبقى السفرية مجهدة جدا مجهدة فوق اجهاد الصحرة نفسه طب لبسك يا نجوة بيبقى عامل ازاي بيبقى فيه لبس معين اللي طلع بتاعت الرحلة وانت سيقى عجلة حاجة بتبقى بتسهلك تبقي حسنسي مرتاحة فيها اكتر بقلل في موضوع اللبس لان انا ببقى واغدا في الشنطة بتاعتي فلازم يبقى محدد جدا باللبس اللي هلبسه لازم يبقى طقمين بس العجل لان انا هستخدمهم كتير جدا ومحددين اللي هم خاصين بالعجل مش اي لبس برضو ايه ده وفي لبس معين اه بيبقى في لبس معين للعجل مخصص به فانا الزبط وبرضو مكيفها على حسب عاداتنا احنا كمصرين الحجاب وكده مزبطها بالطريقة اللي اتناسبنانا طب حلوة قوي انت بزبطها انت بزبطها اه طبعا ترى اه الحمد لله ده شيء جميل جدا طب لو حصلك قبل كده موقف اللي هو ايه عافية زي مش عارفة العجلة حصل فيها حاجة الجنزير مش عارفة مش مزبوط اكيد في موقف تبقى صعبة بتتحط فيها في العموم اي مشكلة بتحصل في العجلة المشاكل الشائعة ببقى مزكراها يعني مثلا وارد الكاوتش يتخرم مني في الطريق انا معايا اربعة دخلي زيادة وارد الخارجي يحصل له حاجة معايا واحد خارجي زيادة والمشاكل دي انا بعرف اصلحها فبالتالي انا معايا ادواتها فدي بالنسبالي ببقى عامل حسابها في الطريق الجنزير يقع برضو بعرف اركبه فالاساسيات انا عارفاها ودي اللي بتحصل في الطريق ايه اللي ممكن يحصل فما تعرفيش تتصرفي فيه لو الجاشمة تكسرت الموضوع صعب الجاشمة بتاعت السرعات اللي مسؤولة عن السرعات دي بتبقى صعبة وحتى الولاد ممكن ما يعرفوش يصلىه وغفا الموضوع صعب لنا كلنا طب الحلاز الهلام اللي بقى يعني هي مزة اللي انك تشيك على العجلة من قبل ما تطلعت دي بيقل المشاكل دي كلها فدي لقطة لازم الواحد ياخد باله منها انتو بتبقى يعني ليكم مجموعة معينة بتبقوا متابعين مع بعض النهاردة نجوة عندها طلع من كذا لكذا فاحنا كلنا هنتابع معاها فلان ليه سفرية معينة ولا انت شغالة لوحدك في السفرية دي انا كنت شغالة لوحدة ومعايا اتنين بيتابعوا معايا كابتن شريف البطل رحل مشهور جدا في مصر كان بيتابع معايا اماكن المبيت في كل مكان وكان بيساعدني كمان بمعرفة الناس في اي بلد عشان بتفرجني البلد واستاذ محمد بدران مصور طيور وفي نفس الوقت تهويت العجل فده اللي رابطنا ببعض في الحتة دي فكان على طول بيتابع معايا اللوكيشن اول بأول لو وصلت لأي نقطة كان كمان لو في نقطة سقطت مني بيحاول يزبطها معايا فكان بالنسبة للتنين دولار اكتر اتنين متابعين معايا واستاذ محمد بدران لاني اعتبر كان بمثابة خط ساخن طول السفرية طب احكيلي بقى عن اطول رحلة عملتيها لها يعتبر ده انت حطمت فيها الرقم القياسي من وجهة نظرك وان انت عملتي انجاز كل واحد عارف هو قدره ايه وهو عمل ايه ووصل لايه انت ايه الحاجة اللي بتفتخري اللي انت وصلت لها بقى تحكيلي عن الرحلة اكتر رحلة كانت مميزة بالنسبة لي كانت هي اللي من السويس للشلاتين لان مدى صعوبتها ومدى رهان ناس كتير اللي انا مانجحش فيها دي كانت كم يوم؟ كانت ثمان تيام مسافة كم كيلو؟ كانت تسعمية وعشرة تقريب تسعمية وعشرة كتير قوي هما اصلا كتير بالعربية هما كتير بالعربية وبعدين بتبقى في صحرة بتبقى ضعف المجهود طبعا 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 عن الرحلة زيلة فيها تحديات كتير جدا حضرت لها ازاي اصلا؟ انا بالنسبة لي دي السفريات اللي عملتها قبل كده من السنة اللي فاتي كان تمهيد ليها اصلا انا كان كل سنة بكرر اطلعها وتبقى في معلومة نقصة في تفصيلة نقصة في حاجة مش مساعداني في السنة دي بالذات كانت كل حاجة مكتملة قدامي التفاصيل السفرية الناس اللي هتساعدنا عالطريق كل حاجة كانت كاملة فالتوقيت ده خلاص كررت اطلعها في التوقيت ده والهواء كان ظهر لمدة الاسبوع اللي انا طلقت فيه فالموضوع كان معي الى حد ما مكتمل طب الحمد لله بدأت بقى وانا مقلقانا ومتوترة هكملها طب هيحصل ايه؟ متوترة جدا بصراحة طب ده حلمك خلاص انت بتبدأي فيه خلاص كملي هايحصل ايه يعني طب نجوة قوليلي ايه اصلا يعني اكتر حاجة كانت وممكن نقول ايه الصعوبات اللي وجهتك جوا الرحلة يعني الرحلة ده اكيد كان فيها حاجات صعبة عدت عليك يعني مواقف مش هتنسيها كنت اتمنى يكون معايا دعم في السفرية كان يشجعني اكتر لان مشكلة بنت في الصحراء الوحدة قد ايه الموضوع مش سهل ومش هاي ومش اي حد ياخد وسهولة فلو كان معاك دعم وحد متابع معاك الطريق بشكل فعلي موجود على ارض الواقع كان هيفرق معايا جدا في الموضوع ده كان هيفرق اللي ممكن ساعتها كنت نتوصل لحلايب كمان يعني انا وصلت للشلاتين كان فاضل حلايب بس في اخر الخط ده اوكي طب انت فكرة بقى ان انت اكيد وقفتي بيتي في حدات معينة قطل طبعا ده بغير الصحراء مفعش ببتي في الصحراء اللي هو فكرة مرجح ده خالص خالص فانت كنتين مزبطة بقى الوقت اللي هو انا بحيث ان انا خلص فكرة الصحراء مثلا والنور طالع فانا مثلا لما للي ليل اوصلت المكان اللي هبات فيه انت كنت مخططة للحاجات دي كلها ده كله كان متخطط لي انا طرجة المسافة كل يوم كان مية خمسة وعشرين كيلو مية وخمسين كيلو بامشيهم على حسب البلد اللي هبات فيها فكل بلد حاجزة في فندق حاجزة في بيت شباب كان في الغردقة كل بلد كان فيه مكان لازم ابيت فيه او كنت مزبطة الحيطة دي طب الصعوبات برضو اكيد في مواقف كتير انا مثلا انا متخيلة اكيد مثلا عضراتك تشد مثلا وانت لازم تكمل يفعش تقفي في اللحظة دي مثلا في صحراء ما يفعش تقفي فيه انا لازم اكمل فكان بيحصل لك حاجة تشوفي مثلا كائنات غريبة ما امرته صحراء لا 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 في الصحراء بتاعتنا ما فيش الكلام بخلص الحمد لله اماني اخر حاجة شفتها طيور بس كان شفتها طيور بس طيور بس اخر حاجة شفتها ايضا الله تبديل يا حاجة جميلة انا عادي تصوري بقى كده صورت حاجات شوادي اه لا هو اكتر مكان كنت تعبت فيه كان من كامبستر جولة في مارس عالم كنت طالعة وانا ضايخة فعلا وبسوق العجلة وانا ضايخة وبعدين بقول لنفسي انت فضلك ميتين كيلو او ميتين وخمسين كيلو وخلاص توصل للحلم اللي انت حققتين انت هتقعودي في الحتة دي ولا منك وصلتي ولا منك خلصتي لا سوقت فعلا العجلة اللي 80 كيل حد كان بالكلعان وانا مش حاسة بنفسي وصلت نمتي ولا 8-9 ساعات وكنت مضطرة بقى اصحى بكرة كان اخر مسافة اللي هو 150 كل الشلاتين لدرجة كانوا عاملين خطة احتياطي اللي وما كملتش في بلد لازم هتبيتي فيها وكالعادة قلت لا ما كملش ايه 150 كيلو واخر حاجة ولا حاجة يعني ولا حاجة وخلاص لا صممت وكملت ووصلت قبل التوقيت اللي انا كنت محددة او اللي انا محددة مع زماني كنت التوقيت هوصل للعصر كنت دخل الشلاتين العصر رغم اللي كنت سايقة وانا تعبانة ومرهقة جدا وما كنتش حازبة في الحزبان اللي هتعف في النقطة دي ووصلت الحمد لله وصلت للشلاتين وحطمت طب الرجوع بقى عشان بصونا انا عمليش هكت الحاجة اخدتي العجلة ورحتي بيعرفتي لا مش للدرجات دي كنت حاجزة في اوتوبيس للكاهرة ومن الكاهرة اللي الزقزي او الحمد لله طبعا في الاوتوبيس كنت عاملة كده كنت متخيل المسافة دي خدتها ازاي بالعجلة لا انا اهو عارفة في الاوتوبيس اللي اخدولي كنا بل ورا انا هنام بالفعل خدت كرسيك شفتي انا محدش بص انا وعجلتي طب انا عايز سألك على حاجة العجل زي العربيات كده انه كل كام سنة بتحبي لازم تجددي الموديل بتاعها اه في حاجات جديدة بتنزل في اوبشنز بتتطور في العجلة ولا هي هي عجلتك هي واحدة بس انت بتحاولي تتخديمالك من صيانتها او تباينها اصلا اعرف ان في عجل بيوصل 80 الف جنيه وحاجات اه في عجل او اغلق حاجات فزيعة اه في بتمن عربية في عجل بيبقى بتمن عربية ما ببالغش حرفية اه اوكي في مركات بتمن عربيات واللي بيبقى عارف قيمتها اللي بيسؤل عجل نفسه بتبقى مبهرة العجل بتبقى اظن بتساعدك الميكانزم بتاعها بيبقى اقوى لا اللي بتبقى بتمن عربيات دي بتبقى سرعات في السباقات العالمية بتبقى فزيعة اه اوكي بتبقى مبهرة فعلا اه لا انا مجددتش غير مرتين وحتى العجل القديمة اللي عندي مقدرش استغنى عنها انا هي اشتريت عجلتين بالزبط اه العجل القديمة بدأت بها سفريات صغيرة العجل اللي معايا دلوقتي هي اللي بدأت بها السفريات الكبيرة ومش حابة اجددها لسبب اللي هي مريحة ولها زكريات معايا كتير وصفرت بها سفريات ملهمة للناس اللي حوالي فبالنسبة لها هجددها ليه وهي مريحاني زي ما بيقول وانا ممنوع اللي برتبط بالعجل اكتر فما بقدرش ابيعه او اجدده لو جبت هجب عليه ايوا بس ما فردتش فيها عشان لا ما فردتش فيها زكريات وحياتك وموقف بقى بالنسبة لي اه مرتبطة بهم فعلا جدا والدرجة اللي بسميهم كمان بجد طب مسميها عجلتك ايه دلوقتي مسميها القديمة دوجة والتانية يامور ايه ده طب تسيب ده ده عسامي وميزة كمان اوه كمان طبعا طب احكيلي بقى عن والدتك اكيد طبعا كانت يعني برضو قلب الام هيفضل قلب الام لو احنا عندنا كم سنة اللي هو بنتي بسفرة من محافظة لمحافظة وبلاد وحاجات ومفوضة ان انا وهتشوف بقى سحرة وهتشوف ناس وهتباد في اماكن فاكيد كانت برضو بتقلق عليكي وكانت متوغوشة زي ما بنقول كده في كتسي تتسيطاري عالموضوع انا كنت مهدالها في السفرية القبل كده فالمرة دي بقى قالت لي ها انت هتاخدي السفرية دي الواحدة كالعادة صح ووصلها كده معرفتش اكدب قلت لها اه يا ماما الواحدة قلت لها بس ما تخفيش انا عاملة حسابي على كل حاجة فهي قلقت شوية في الاول بس لما لقت كل ما بوصل مكان او في الطريق بكلمها انا كويسة الحمد لله وفي كذا وفي كذا وفي كذا موضوع هدي شوية بس الساعات برضو كان بتقلق لان الموضوع صحرا صعب طبعا طب عايزة اسألك على حاجة مهمة اللي هو انت مين بيدعمك مدينة وانت كل الحاجات دي انت اللي بتصرفيها من نفسك انت بتسفريتك المبيد بتاعك اكلك شربك سفريتك ولا انت من نفسك اللي بتصرفيها اه من شغلي من شغلي انا بقى لعشر سنين شغالة في شركة متخصصة في صناعة الجنس مديرة مباعد فمن شغلي بصرف على الصفر بالعجلة يعني اللي هي شغلي الاساسي ولي هي هويتي اللي بصرف فيها برافا عليكي والله حاجة جميلة طي لا انت كمان بتشتغلي جنب هويتك يعني شواغداكي او مثلا الشغل ناس تقولك خلاص الشغل انت قدر اعمل حاجة بعزيف طيب سؤال غلص شوية معلش محدش بيقولك ايوا استفادنا ايه من اللي انت بتعمليه؟ لا بتعلم كتير جدا لا لا انا بسألك الناس في ناس بتسألك كده ايوا يعني استفادوا ايه من اللي بيحصل ده بتستفدي حاجات كتير في كل بلد بعرف فيها ناس بيتعلم منهم حاجات اكتر في كل بلد انت بتبقي وغدا فكرة غلط عن البلد لما بتروحيها في الحقيقة بقى بتغير الافكار دي كلها وبتوصلها للناس حتى في البنى قدمين نفسهم اللي بتقابلهم في الطريق بيتبقي وغدا فكرة غلط بتلاقيه الناس اطيب من اللي يجي في بالك صح فانت بتغير الافكار اصلا اللي وغداها غلط واللي الناس موصلنها لغلط دي من الحاجات اللي بتعلم بتتعلموا ايه بعد كده تاني؟ ان البنت لو قررت وحطت في دمخها اي حاجة بتوصل له اي حاجة ما سيتو الرجل في الرياضة انا بحيث كده لا خالص الرياضة بالذات يعني بس تحط في دمخها الحلم بتوصل له طب فكرة برضو جسمانيا بقى عايز اتكلم عن الموضوع اكتر العجل غير ايه في صحتك؟ بقيت حاسنك اقوى جسمك اقوى مثلا طبعا انا عارفة عشان العجل على اللور باضي برضو بحيثوا بيشد قوي الجسم اه حرفيا العجل بينحط الجسم مش ببالغ في الحتة اه بتحسي جسمك بتغير من افضل وسائل نحت البنات هو العجل فعلا بينحط الجسم اه وكمان العجل غير فيها اللي هو اللي بيشوفني دلوقتي يديني سنة اقل من سنة عشر سنين انت بتقولي سنك طيب ولا مجديني؟ تب عندي كم سنة؟ عندي اتنين وثلاثين بجد والله اه ايوا فعلا شكلك اصغر بيغير حتى في المظهر وفي السن وبيغير في الفكر كمان فكرك بيبقى يعني ايه متحضر اكتر اوكي طيب لو جي سؤال برضو بس مزعليش انا شاف احنا في قعدة صراحة كده انا اغلسين لما راض قعدة بنات كده عارفة بحب انفاض لو جيتي ارتبطتي انا شاف انت اصلا انت حالتك الاجتماعية انت تجاوزة او مخطوبة او كده لو جيت تجاوزتي وجي راجل قالك انا مش عايز مراتي تركب عجلة وتعطي سافر وتروح وتيجي لا انا خايف عليكي انا ما بحبش كده هتعملي ايه؟ لا مش هقبل مش هقبل كلامي واضح في الموضوع ده وصار مشوية مش هقبل لاني مردت بخبرات وظروف الواحدي انت ما عصرتاش فما تجيش في لحظة تقولي شروطك انا ما بفردش شروطي فبالتالي انت ما تفردش شروطك انت متقبلني على الحياة دي تمام مش متقبل خلاص حاجة تخصك ايه انا متخيلة اصل نجوة فراحة تدخل الدخلة بالعجلة اتوان بس بالفستان معرفش هتحصل ازاي بس يعني لا افتكس اه مش هتسكوتي اتغير كرسي بس ما فاش حاجة تخيكو كرسي ده وتحط كرسي ينفع مع الفستان اكبر شوي استوعي بالفستان بس بس نجوة انت بتحلمي بايه نفسك توصلي لايه نفسك اسمك يوصل لايه هل بقى نحلم باسمك يتحطف موسوع ان احنا كسرنا رقم قياسي معين ولا انت مخططة الحاجة معينة عايزة تسفري بالعجل الحد فين عايزة اعملي ايه يعني عايزة توصلي ايه اه بحلم ان سفرياتي كلها هدف اعمق من كده انا كنت الاول هدفي اللي وصل فكرة معينة عن البلاد نفسها بحلم اللي هي يبقى لها مضمون زي الاجان ببر يعني مثلا بيسفروا لدعم السرطان مثلا لدعم قضايا جوة المجتمع فبحلم ان اعمل كده يبقى الصفر بهدف يخدم المجتمع نفسه بطريقة مناسبة بحيث اللي يجي يقول الهدفك امن الصفر اه دي فيها اهدف كتير من ضمنها كذا اه بحلم ان اسافر طبعا دول زي ما بشوف اه الاجانب برا واكتشف الدول دي وحتى بس بعد مخلص مصر انا اعتبر برضو مهما لفيت في مصر في اماكن حلوة كتير ايه مصر ديرة ايه وزي وتنوع التدريس فيها مخليك اللي في اماكن بتبهرك لسه محتاجة تشوفيها اكيد فبحلم من اللي خلص مصر الاول بالحاجات الحلوة اللي فيها وبعد كده كده زي ايه ايه الحاجات الحلوة اللي شفتيها في مصر اه مارس عالم كانت من احلى الحاجات اللي شفتها في حياتي طبعا اكيد نزلت تعمي برضو يعني طبعا ميت مارس عالم من انقل مية في العالم اصلا شواطئها مصنفة عالميا فلازم كنت نزل المية دي تعملي جروب بنات اصفي بنات كتير قوي عندها شغف خطير للعجل والسفر كمان ونفسها بس خايفة ما عنداش شجاعة زيك ان هي تخوض الموضوع لوحدة وفكرتش مثلا تعملي زي جروب تبقى انت الليدر وان انت تجمعي البنات دول وتطلعي بيهم رحلة تطلعوا كلك وبرضو المجموعة بتفرق الواحد واحده في الصحراء غير معاه خمسة ستة بتشدوا بعضوا دعموا بعضوا يلا يا بنات وكده وان انت تعملي الجروب ده او تعملي الفكرة دي ان انت تبقي اول واحدة اظن تخوضي او انت تليدي الموضوع تطلعي انت ومجموعة من البنات تسافروا مع بعض هو فيه جروبات موجودة بالفعل بس الفكرة الافكار بتبقى مختلفة والطموحات بتبقى مختلفة والاحلام بتبقى مختلفة فبالتالي افكاري واحلامها تتصدم مع البنات في طموحاتهم واحلامهم في الحتة دي ففيه حد هيبقى عايز ياخد مسافة صغيرة في بنتها تبقى عايزة تاخدها جوه البلد كهوية انا فكرتي ما لا تشحدي نفس الدماغي نفس الدماغ ففكرتي الابعد شوية فالموضوع وقت ما هلاقي مثلا البنت او بنتين نفس الدماغ ليه لا بالعكس هيبقى الموضوع ممتع جدا والاسم على تلاتة غير مواحدة فاظنة تبقى ايه بأمودة وفيه حاجة مهمة كمان يلينا ان احنا هيسله بعض انا كنت عايزة عارف انت بتتسلي بايه طول الطريق يعني ايه اللي بتسليجي ده احنا في العربية بنبقى بنسمع اغاني مثلا شوية انا بالنسبة الموضوع الصحر اغاني صعبة شوية فكنت طول الوقت قرآن معايا وذكر قرآن وذكر لان ده اللي سعيدني بصراحة في الصفحة او ده اللي بيصبر ويطمد قلبك وربنا هو اللي هيساعدك فيها فالموضوع الده بيغير لك حاجات في الغيب اصلا تقفلك السفرية بالدقة اللي انت عاوزين فالموضوع مهم وفاكرة لينا برضو ان انتو لو جروب وكل شوية تعملوا ستاب معينة في حتة وبتتكلمي مع ناس برضو تبقى حلوة لو نفس الدماغ هتبقى فزيعة طبعا وخصوصا لما يبقوا بنات هتبقى رهيبة ان شاء الله نجوة انت شرفتين ونورتين وعندك تجربة مختلفة وحققتي حلمك وبتعملي الحاجة اللي انت بتحبيها برافو عليك واستمري وان شاء الله توصلي الكل اللي انت بتحلمي بي اتمنى شكرا نورتين يا نجوة وان شاء الله كده ربنا يوفقك في اللي جاي وعند وعد انا هستنيكي عشان انت هتعلميني اكيد طبعا بإذن اللي ربنا حابتي يوفقك واحنا بضهرك وبندعمك واكيد كل الناس بتشوفك دلوقتي فخورة بيكي وان انت يعني مثال كده للبنت القوية الشطرة الشجعة نرسي لزوك كسيحة خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني علشان نكمل حلقاتنا استنون موسيقى موسيقى موسيقى